دكتور عبنم يعني بشكل دقيق وواضح ومش ملزم طبعا علميا ترى من سيكون ساكن بطلقك وانا اعلم ان هناك يعني ضبابية في المشهد مع كل الجيفنز او المعطيات اللي انت قلتها بقولها لك على الوجه التالي انا شخصيا تحليلي انه هو هاريس لديها فرصة اكبر من ترامب اولا القاعدة الديمقراطية اوسع جينب الواحد يعني في الاصل المسجلين ديمقراطيا في امريكا اكتر من الجمهوريين الحاجة التانية ان المكنة الديمقراطية تصرفت خلال فترة قصيرة بمهارة شديدة بمهارة شديدة ونقلوا هاريس كان ترامب مكتسح من الظل الى النور حقيقة وصلت وتفوقت وبعدين رجعت شوية يعني في الالة حتيب اتتوقف على في رأيي على عام الرئيسي هو مدى ذهاب الامريكيين الى الانتخابات اه وده في رأيي اذا وصل لمستوى عالي معناها لسه الامريكان واسقين في النظام وبالتالي بيروح يدلي بصوته لكن هو ايضا لما اللي بيروح ولما بيزيد العدد الديمقراطيين فرصتهم اكبر عن نجاح فهنا ده ده حاجة الحاجة التانية انه هتبقى هاريس يعني ايه لي خلي الناس ما تروحش الانتخابات الجو طقس عامل الطقس في اعصير في مطر في كذا فانت عندك هنا عوامل في الحقيقة انا سايب امريكا وكان الجو في معظمه كويس مع ده المنطقة بتاعت الجنوب الشرق يعني اللي حصل فيها اعصير خلال الفترة اللي فاتت يعني طيب فهي انا رأيي ان هي المؤهلة لكن الفروق بتاعت يعني انت عارف كويس ان استطلاعات الرأي العام فيها ها مش خطأ 3% زائد او نقص الفرق ده بنتكلم على حالي 6% 3 فوق 3 الحقيقة انه كل استطلاعات الرأي العام نزلة لأقل من 1% اه النهاردة 0.5% اه او نهاردة 0.5% ففي عملية صعوبة جدا فالبطور عبما ليش لما الناخب الامريكي انا امريكي وداخل الانتخابات ايه اللي في دماغي يعني انا رايح السوبر ماركت هو اللي بيفرق معايا والسلة الغزاء ولا القضايا الداخلية ولا قضية الهجرة ولا قضية الاجهاض ولا قضية ولا قضايا سورة امريكا في الخارج ولا القضايا الخارجية ايه اللي بيشغل بال الناخب الامريكي مودال انا قلتلك في الاول على الاوراق الفيدرالية والدستور الامريكي التحددية الشديدة انت فين اولا انت في انا ولاية كل ولاية بتختلف على التانية بتختلف طبعا فيها بعض الاختلاف يعني نمرة اتنين انك انت يعني في اي طبق اجتماعي في اي طبق اجتماعي نمرة ثلاثة هو انت كمان في اي حتة عايش في مدن في ناس تفضل تعيش في اماكن ثالثة وفيها كتير من الزراعة وحاجات زي كده وناس قاعدة في نيويورك الاضواء فانت ده الطبيعة النفسية والعاطفية للانسان ليجد المكان اللي حشتغل فيه وامريكا بيتحركوا بسرعة يعني معروف كده الافريج كل امريكي في المتوسط بيغير اماكن عمله ثمان مرات خلال حياته بيتنقل من ولاية لولاية الى اخره او من جوب او وظيفة الى وظيفة اخرى فالحركية الموجودة دي ايضا بتحدد موقفك واغير مواقفك فانا هقولك نمر واحد مثلا هقولك جميع الطبقات والشرائح الدنيا طبعا موضوع الاسعار هو اول حق الاسعار وقد ايتك يعني يعني بياخد قراره في السوبر ماركت بياخد قراره في السوبر ماركت لكن ايضا امريكا على شيب دايموند زي الالمازة عارف كده يعني ففيه طبقة وسط قوية وده جزء برضو انه رسالة هاريس موجهة اساسا للطبقة الوسطى بينما اللي هي افرزتها ورغم هذا فان هذا الملياردير اللي هو ترامب خطابه الاساسا للطبقات الادنى مش لانه متعاطف معهم ورأي انهم كسالة بيستغلوش انها بيستغل حتة التعصب دي سواء تعصب ديني وهو مش راجل لها متدين ولا اي حاجة يعني هو معاه الانجليكنس اللي هما الجمال المتعصبين الانجليين وهو كمان يعني بيركز قوي على اللي بيسموه وايت والاعداء بتوحهم بيقولك وايت تراش يعني اللي هما عندهم عصبية وطنية ضد كل ما هو غير ابيض وكل ما هو غير امريكي فمن هنا هو ايه القضيتين اللي هو مستخدمهم تماما في الموضوع ده موضوع الهجرة يعني وموضوع قد ايه حكاية العولمة مدمرة امريكا وانه العالم مهمناش في حاجة محنش محتاجين العالم في حاجة حتى لو العالم القريب زي اوروبا الغربية استراليا الكلام اللي زي كلا اشتركوا في القناة